وقفنا عند حتة الحدود أنت بتقولي أن حتى ما ينفعش أحكي الأمي أصراري حتى وأنا متجوزة بحالة معينة، وليس دائماً أول شيء لو بدك تيجي نفكر بواقعي أكثر الأم عليها هم جبال فمش نقصة هم يجي زيادة وهم البنات خاص نص البنت لما تيجي تشكي مشكلة لأمها أمها تجع طول الليل يتفكر لتاني يوم ما تنام بس عشان تفكر كيف تحل مشكلة بنتها لا، وإحنا كمان كاستات هذا لو بدنا نفكر بصالح الأم بصالح البنت الرجل اللي بيحب أنه ما أحد مشاكله تطلع حتى لو حماته نحن بنحكيها من وراء حتى لو من وراء أيوة يا ماما كما ستبقلوش أن أنا قلتلك أنت عارفة أنه أمك لح تتغير تعاملها معا أيوة فلا حال الله هيعرف أنا والله مرة من الحلقات فقعت قالت لهم إيه؟ إحنا كاستات شاطرين جداً في عرض القضية صحيح وبزيادة وبنجود أنا أعترف أهو أعترفه زي بنجود يا زيد يعني مثلاً جوزي بقى مدايقني شوية في حتة بس أنا أريد أن أدوس حليقة وعند ماما عشان تجيب لي حقي بزيادة فأفضل أجود أجود وبعدما البلونة تتفرقع أقول لي يا ريتني ما قلت لها لا هي بقى بتكلموا والموضوع كبر وممكن بيحصل طلاق بسبب قصة حكت فإحنا كبنات وستات نحب نحكي أفضل بسراحة لسبب معين عادة تعودي على شيء اسمه صمت الصمت مستحيل تندمي عليها ولكن كلامك ستندمي عليها في يوم أو يوم فتحتي تمك ستندمي عليها في كثير أشياء أنا محضر مثلاً لأشياء معين لو ضليت أنا بجيب سيارة جديدة لو ضليتني أتكلم لأفلان أو أفلان عمري بحياتي ما أجيبها أيها دحية وهذا واقع من عيشه فلذلك الأمر لا عادة إذا كنت مرحلة جداً مأساوية إلجأ لأمك ما بدك تفعله؟ إذا كان الوضع عندك في بيتك لازم تدخل أهل دخلي أهلك لكن ليس فوراً تريني على صاحبتك أو أمك هناك أيضاً احترام لخصوصية الناس حتى لو كانوا أهلك لديهم مشاكل ثانية ممكن لديهم أخوانك غير أنت لن تكون أنت الوحيدة هناك الكثير هموم ثاني لماذا أزيد الحملين عليهم؟ لمجرد مشكلة بسيطة ممكن أن تحل بقاعدة فنجان قهوة أنت وزوجك صح والله أنا لا أعلم أن أخذك علي خسرت غلط معك في هذه الشغلة وأنا أعتذر حقك تقبل الاعتدار مع حقك لا عادة هناك كرامة وحدود بعد الاعتدار أنت اعتذرتي على غلطك لا أسامحك هنا أبدأ موضوع الكرامة نحن نفكر الكرامة مربوطة في كلمة آسف لا أنت غلطتي قسرتي بحقه وحقه أن الزلم يسمع اعتدار ليس ضروري كلمة الاعتدار تكون آسف ممكن تكون طبطبة ممكن تكون نظرة حلوة ممكن تكون كلمة حلوة كلمة حلوة كلمة أنا جنبك تعودني عن مليون كلمة آسف سمعتها في حياتك عندما تزع الجوزة ستجده رجع من الشجر ستجده أكلة حلوة من غير ما يقول هو بين عينيها يفهم أن تصبح يعني عليك أنا أكلة حلوة ستجدها لطيفة ولبسة لبسة حلوة هذا الوحده صلح لكي ترتاحوا في حياتكم افصلوا كلمة آسف عن كلمة فكرة كرامة 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 موجودة بأي علاقة أنا ضد الذي يقول لا يوجد كرامة بالحب ومحد يقولها غير الرجالة لا 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 هناك الكثير من تقولها أنا الراجل أجد دايما كل راجل يقول لك مايه؟ أصلي ما فيش بني وبين مراتي كرامة ودايما بيقولها لما بيكون دايس على كرامة مراته فهو يعود ده لا لا فيش بني كرامة سألوا أم كرثوم صار يحكولها لما غنت أغنية عن الحب صار يحكولها عن الحب وعن الكرامة سألوها هكوه في الحب كرامة صارت تتحدث كلمة واحدة اللي ما عندهوش كرامة ما يتحبش اللي ما عندهوش عزة نفس ما يتحبش أنت مستحيل ترتبطي إنسان ما عنده كرامة ولا لا صح فبالتالي لازم الكرامة تكون موجودة والكرامة أصلا بتساعد على الوحدود بيني وبينك الكرامة بتساعد الكرامة بتخلي حتى شكل البني آدم يعني فيه هيبة وفيه كده حلاوة لكن أنا في الأول كرامتي أنت بتبقى معجب جدا بالكرامتي وعزة نفسي في البداية وأنا نفس الحكاية أكيد فيه نقاط فيك حلوة فابتديت أعجب بيك فابتديت نرتبط نتجوز نفس الحكاية فيها طب ليه بعد الارتباط أو بعد ما خلاص بقى نأخذ على بعض واعتدنا بعض ليه بعد كده ممكن أدوس على كرامتك عادي كلمة نعتد على بعض هاي هي ما لما تبدلش بعلاقة أول العلاقة خلي كلمة نعتد على بعض تطول شوي تطول أه ليس من أوليتها يعتاد عليك هاي أصبري فورا من أول يومين فورا نعتاد عليك وشافك في الأزرق والأخضر والأحمر والأسود وشافك وانت شعرك منكوش وانت خلي فيه أشياء محفوظة خلي فيه أشكال لإلك محفوظة أنا كمنت ما بحب أشوفك من أول الأشي بكل شي فيك وش Treat أحب تعذب لما أوصل للأشيان اللى برا攻ت sell و� الراجل يحب يعشق الأنثى اللى بتخ savvy ، هو وراها هو وراها أنا م بحب البنت تكون وراي الراجل يحب البنت اللى بتعذبوا موش بتعذبوا احنا اه prolonged one آه موش بتعذبوا قالوا لك res قالوا لك الراجل مة أحبش غير البنت اللى تطلع عينو تعذبه. يجري وراءه. كل إنسان له ثقافته و لهجته بالكلام. تطلع عينه لا تزبطش. لا تزبطش. يعني على سبيل المثال معي لا تزبطش. طالع عينك لحالك عادي. لا تزبطش معي. ليه ليس دائما نقول لك رجل يحب يدي. بس بحب الصعبة. الصعبة. بحب الصعبة. فهمت علي؟ بس اللي بحب كمان البنت اللي بتلفتني لحالي. ما بتلفت غيري. هاي فكرة كمان لازم توصل للبنات.